توقف عن استعمال كلمة want I want أنا أريد نعم فيك تستعملها لكن بكثير من الأحيان قد تبدو غير مؤدباً لو بدك تستعملها أو إذا أكثرت من استعمالها ممكن أن تبدو طفولي وبعرف فيه ناس هيقولولي خلاص نستعمل I want وبلا من وجه رأسنا لكن الحقيقة هي أنه غيرك مش هيستعمل I want كل الوقت فمن المهم أنك علق لي لتعرف هذه التعبير لحتى تفهم اللغة الإنجليزية وما تلاقي صعوبة لما أني يتحدث معك وطبعاً إذا عندك رغبة بالتقدم في المحادثات وفي الفهم من المهم أنك تعرف هذه التعبير فيلا خلينا نشوف شو هن التعبيرنا اليوم نبدأ بأحلى بسمة أحلى لايك ونصلي على حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يلا let's get started إذن أول كلمة أو أول تعبير فيك تستعملوا بدلاً من I want أنا أريد فيك تستعمل I would like والاختصار هو I'd like I'd like أول وهذه كتير نستعملها خاصة في المطاعم إذا قلت له I want كذا وكذا شوي غريبة وقد تبين غير مؤدب فمن الأفضل أنك تستعمل I'd like I'd like I'd like some steak أود بعض لحمة لستيك I'd like some steak تعبير آخر فيك تستعمل هو I'm in the mood for أنا في مزاج لي I'm in the mood for مثلاً I'm in the mood for some pizza أنا في مزاج لبعض البيتزة I'm in the mood for some pizza مثلاً إذا حدث سألك Do you want to watch a movie؟ هل تريد مشاهدة فين؟ Do you want to watch a movie؟ فيك تقول له No, I'm not in the mood for it أو No, I'm not in the mood لا لست في مزاج لأشاهد فيلماً فيك تستعمل أيضاً هذا التعبير I'm craving I'm craving أنا أشتهي I'm craving إذن craving كاسم تعني وحام عادة الحوامل بيصير معهم cravings لكن حتى لو ما كنت حامل أو حتى ما خصك بالحمل فيك تستعمل هذا التعبير I'm craving والأجانب بيستعملوا كل الوقت مثلاً I'm craving a slice of chocolate cake right now أنا أشتهي أو أنا أم بتوحم على قطعة جتو شوكولة الآن I'm craving a slice of chocolate cake right now التعبير آخر هو I'm up for I'm up for فيك تستعمل أيضاً I'm down for إذن up وdown باكس بعض لكن لما تستعمل I'm up for أو I'm down for إنه بنفس المعنى المعنى هو مش بس I want لكن المعنى هو أنك منفتح لهذه الفكرة لكنك لن تقوم بهذا العمل أو أن تفعل هذا الشيء الآن يعني أنت على استعداد أن تفعل شيء ما I'm up for I'm up for أو I'm down for إذا حدا سألك Do you want to eat out tonight? هل تريد أن نتناول بالخارج الليلة? Do you want to eat out tonight? فيك تقول له Yeah, I'm up for it أو Yeah, I'm down for it يعني نعم أنا منفتحة لهذه الفكرة ما عندي مينة أنا على استعداد أن أفعل هذا الشيء إن شاء الله ممكن أيضا تستعمل هذا التعبير I could really do with I could really do with أو I could go for I could go for مثلا I could really do with a cup of tea right now I could really do with a cup of tea right now أو I could really go for أو I could go for a cup of tea right now يعني بمعنى آخر عم تقول جعبالي أو أريد كوب من الشاي الآن ممكن أيضا تستعمل هذا التعبير I feel like يعني مثل كأنك عم تقول عبالي I feel like مثلا I feel like taking a walk عبالي روح اتمشى I feel like taking a walk أو I feel like drinking coffee أريد شرب القهوة أو عبالي أشرب قهوة I feel like drinking coffee أو حتى I don't feel like doing anything today لا أشعر وكأنني أريد فعل أي شيء اليوم I don't feel like doing anything today تعبير آخر هو I'm dying for حرفيا تعني أنا أموت بشيء ما الله يحميكم ويطول عمركم طبعا هذا المعنى الحرفي مش المعنى المقصود المعنى المقصود يعني أريد أمرا بشدة I'm dying for أو إذا بدك تستعمل فعل بعد I'm dying لازم تقول to I'm dying to مثلا I'm dying to hear your news I'm dying to hear your news أتوقوا لسماع أخبارك I'm dying to hear your news أو I'm dying for something to eat يعني أريد أن أكل شيئا بشدة I'm dying for something to eat طبعا كل التعبير اللي عم نتعلمون اليوم هنه informal فيك تستعملون بمحادثاتك اليومية وغير الرسمية لو بدك تتحدث مع شخص بشكل رسمي ما تستعمل هذه التعبير فيك تستعمل فقط I'd like أو حتى يمكن I could go for لكن بقية هذه التعبير تستعملون بمحادثاتك غير الرسمية آخر التعبير لليوم هو I'd kill for يعني أنا سأقتل لشيء ما طبعا ما ضروري تستعملها وإنت ما عم تقصدها بالمعنى الحرفي لكن هنه بيستعملوا هذا التعبير I'd kill for مثلا I'd kill for some of my mom's homemade spaghetti right now يعني أريد بشدة ماكرونة أوني المطبوخة في المنزل homemade يعني صناعة منزلية أو مطبوخة في المنزل إذن هولي كانت تعبيرنا اليوم فينا نستعمل I'd like فينا نستعمل I'm in the mood for I'm craving I could really do with I could go for I'm up for I'm down for I'm dying to أو I'm dying for I'd kill for أتمنى تكون عادة بكم هيرا الدرس أتمنى تكونوا استفدتوا كالعادي عملوا لي أحلى اللايك شو كان كتير لكم لأنكم بتعلموا اللغة الانجليزية معي إذا حابين تشهروا المزيد من دروس يبنصحكم بها الدروس لو يوصلكم دروسة أول بأول اضغطوا على هذه الدائرة ومولوا سبسكاوب فعلوا ذلك الجرس وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم